قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولنبيرغ أن الأزمة في أوكرانيا تعد أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره وأكد الأمين العام لحلف الناتو أنه على الحلف ودوله الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة دون نجاح روسيا في تحقيق أهدافها واصفاً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالهجوم على النظام العالمي الراهن دع رئيس الأوكراني بولادمير زيلانسكي الصين لاستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على روسيا لإنهاء عمليتها العسكرية على بلاده خلال تصريحات صحفية قال زيلانسكي أن الصين دولة قوية ولديها اتصاد قوي بالإضافة إلى أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي لذا يمكنها تأثير سياسياً واقتصادياً على روسيا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء دانتستك الشعبية وخاركيف خلال 24 ساعة الماضية أشارت الوزارة إلى أن طيران العمليات التكتيكية وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية استهدفت موقعين للقيادة ودمرت مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية بالقرب من قرية نوفو إبانوفا بمنطقة زابوروجيا ومرفق تغزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من محطة سيجيك حديد زابوروجيا 2 لقيت فتاة مصرعة وأصيب أخرون بجروح بالقرب من فندق دونباس بلس ومصرح الدراما جراء القصف الأوكراني لمنتصف مدينة دونتسك أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ باتجاه وسط المدينة وتصدت الدفاعات الجوية لأغلبها باستثناء قضيفتين على الأقل سقطت على الأقل فأصابت مبنى المصرح ومبنيين سكنيين جددت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون التزامها بدعم قدرات أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية وفي بيان للبانتاجون أكد أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جدد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزينيكو بالتأكيد على إمداد أوكرانيا بحكمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار كما نقش الجانبان احتياجات المساعدة الأمنية لأوكرانيا وأطلع وزير الدفاع الأوكراني نظيره الأمريكي على تطورات الأوضاع في ساحة المعركة وتعهد الوزيران بالبقاء على اتصال وثيقة رحب رئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطية وقال بايدن أنه يتطلع للتوقيع على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو مضيفا أن مصادقة مجلس الشيوخ على انضمام البلدين للناتو يثبت التزام الولايات المتحدة بالحلف موسيقى 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 اشتركوا في القناة